موسيقى بفقرة ميوميديا رح تكون مختلفة شوي عن سابقها لأن ضيفنا المهندس عبيدة أبو قويدر كان ببريطانيا الأسبوع الماضي وكان يمثل الشباب السوري والعربي بالمهرجان السينمائي اللي بتحدث عن مبادرة منع العنف الجنسي أو sexual violence طبعاً تحدث عبيدة أمام الحاضرين من المملكة المتحدة ومسؤولين مهمين عن أنه كيف يمكن يكون الفيديو قوي ومؤثر لمنع العنف الجنسي بأشكاله وتحدث كمان عبيدة عن صناعة المحتوى والأفلام في الوطن العربي خصوصاً الدول المتضررة مثل السورية طبعاً هلأ صار لازم نعرف عبيدة كيف مسهل الشعب السوري وشو حكى عنه ومشان هيك معنا عبيدة اللي يحكي لنا عن هالتجربة اللي صارت معه بلندن مرحبا فيك أستاذ عبيدة سلامة طرعاً ويعطيك ألف عافية أنت مثلت الشباب السوري بطريقة كتير مميزة بهذا المهرجان سيد إن شاء الله تكون تمثيل حلو كانت تجربة حلوة بصراحة صار فيها الاختيار كان شوي دقيق حتى تم الاختيار وإن شاء الله كنا قلنا صورة جيدة عن الواقع اللي عم بصير واقع هو الأسف أليم يعني حاولنا إن شاء الله نقل صورة جيدة بهذا الموضوع وبيدة شو أهمية المشاركة بهذا المؤتمر وشو كانت ثمرة المترجاة منه بالنسبة للأهمية هو لا شك أنه مؤتمر مهم جداً لأنه أولاً عم بيضم شخصيات كبيرة وبنفس الوقت عم بيكون الحديث عن موضوع بصراحة مغيب وكثير ناس بتخجل تحكي بهذا الموضوع وصار الوقت لازم فيه عندنا أرقام وفيه حقائق كثير موجودة للأسف بسوريا وبعض المناطق خلنا نحكي بالوطن العربي فلازم يكون كان فيه حديث يتحدث عن الموضوع بيحتاج شوية جراءة بيحتاجها شوية تبحث شوية دراسات حتى نحكي هذا الموضوع الفكرة كانت هي أنه توصيل رسالة عن طريق الأفلام ممكن أن تتعمل فيلم ممكن أن تتقابل ناس متضررين من الموضوع سواء كانوا أطفال أو كانوا نساء أو كانوا حتى رجال فيه ناس متضررين من هذا الموضوع لكن الأقوى كان الحضور الحمد لله كان فيه الحضور الموجود على مستوى عالي فكان فيه إليه كلما أثناء هذا الحضور وصلت فيها رسالة وصلت فيها الأرقام الواقع السيء الموجود وما فيه اهتمام بالناس المتضررين من بعد الحوادث اللي عم بتصير معهم فحاولنا نسلط الضوء على هالناس ونوصل الأرقام الحقيقية ونشهد عنه هل برأيك تم تسليط الضوء بشكل منصف عن قضايا العنف الجنسي اللي عم بتصير بسوريا أو بالعالم بشكل عام للأسف لا بيحتاج الموضوع لكثير شغل احنا كان فقارتنا هي عن طريق الفيديو نحاول نوصل هذا الشيء عن الفيديو لكن حكيت لك بالمؤتمر شوي طلعت عن المألوف حتى أحاول أوصل الرسالة أنه هي كانت فرصة بصراحة أنه أتحدث عن الأرقام المخيفة الموجودة عنها كثير ناس بتتجنب الحديث عنها بتخاف تحكي عنها الثقافة اللي عنها شوي بتقيدك بالحكي عنها بتعرف الأضرار التي تعرض لها خصوص يعني سيدة لا سمح الله نعرف شو انها ضررتنا هذا الموضوع فبيعكس كثير على المجتمع يمكن أنا كمان بيعتقد أنه الأحصائيات ما تكون هي النسبة الحقيقية الموجودة بالمجتمع العربي ما في أرقام حقيقية جود لأنه لسه في عنا كثير متضررين ممكشوفين ممعروفين غينهم عم بيخافوا ويهربوا حتى يحكوا عن هذا الموضوع والأحصائيات مزيد كمان دائما ممكن لنا يعني ممكن يكونوا سيدات أو أطفال حتى نعم فمشان هيك ما عم يصير في توصيل للصورة بشكل منظر أحصائية عم بتزيد يوم عن يوم يعني أنا في منصة بأني أحددها كل أسبوع وكل شهر لأنه هي أصلا كل يوم عم بتزيد بشكل كتير كبير تماما الأحصائيات موجودة وعم بتزيد والأضرار الأسف هي جسدية ونفسية والنفسية عم بتكون مزعجة أكثر وأكثر أطوى منها جسدية لما عم بتواكبها تمام موبيدة هلأ بدي أسألك شو كان محتوى المؤتمر خلينا نحكي عن المحاول اللي كان عم بيدور عليها المؤتمر المؤتمر هو كان خلينا نحكي الدعوة بشكل كامل هي كانت عبارة عن خمس أيام ثلاث أيام منها كانت عبارة عن ورشة عمل للشباب اللي قادمين من تقريبا كنا إحنا 32 شخص من دول متعددة من العالم كان مطلوب أنه تقديم ورشة عمل من ناس متخصصين كان في قسم منهم موجود من البي بي سي كيف صناعة الأفلام بطرق احترافية أكثر من اللي إحنا بنعرفها صناعة وثائقيات خلينا نحكي بالإضافة لبعديها صار في اجتماعات مع شخصيات عالية بصراحة بالدولة البريطانية ومن العالم بشكل عام فكان في عنا إحنا المسؤولين عن المؤتمر والمبادرة هي الأساسية اللي بدأت بال2012 وتسمت PSVI اللي هي Preventing Sexual Violence Initiative اللي تمت من لورد ويليام اللي هو وزير الخارجية بالإضافة لأنجلينة جولي ممثلة معروفة وأيضا من أشخاص من نفس الأمم المتحدة شكلوا هاي المجموعة وانطلقت هاي المبادرة لتوصل لعام 2019 هو رح يكون السنة القادمة أكبر مؤتمر لتمثيل والتسليط الضوء عن العنف الجنسي الموجود بالعالم والعنف بشكل عام وفيه اهتمام كبير بسوريا كان بصراحة فنرجع للموضوع الأساسي اللي هو كيف أنه هل بفيد أو ما بفيد هالموضوع شو ممكن تأثره علينا الفائدة هي تسليط الضوء أكبر على هاي الناس توعية أكثر من خلال الميديا اللي نحن عم نشرب تماما هو هاي الفكرة أنه إحنا الأدوات اللي بيدنا هي أدوات بسيطة ومو شرط إحنا نحتاج لمعادات هائلة ولا تلفزيونات ولا فرق كامل أكيد يعني هذا مشرط يكون عندي يعني أحدث الأجهزة لأوصل رسالة معينة عن طيقة نوع من التلفونات اللي عند أي شخص بإمكانه تصور هذا الفيديو ومن خلال هذا الفيديو فيه رسالة معينة رسالة هادفة تماما هو هاي هي أهم شيء يعني إحنا إذا بدنا نرجع خلال نحكي كونه إحنا فقرة نيوميديا يعني نركز على هذا الموضوع أنه كيف فيك أي شاب عنده قضية فعلا حقيقية يوصل الرسالة بكل بساطة ممكن أحيان بتويت على تويتر ببوست على الفيسبوك بالإضافة لي قويها أكيد إذا فيه عنده قدرة بصناعة المحتوى قدرة بصناعة الفيديو أنه يصور هذا الشيء ويوثقه ويرسله نعم يرسله عن طريق الميديو أو اللي هي كمان سكتشات بتصير بالضبط الآن عبيدة على المستوى السوري خلينا نحكي كيف كانت المشاركة السورية وشو أهمية هاي المشاركة بالنسبة لهذا المؤتمر يلي صار المشاركة السورية كعدد كانت كثير ضعيفة للأسف بس حاولنا نعوض هذا الشيء بالشيء اللي قدمناه هناك فكان المؤتمر اللي صار مثل ما حكيت شخصيات كثير مهمة كان مطلوب من الحضور ونفس الوقت إذا فيه شيء حاب تحكي يعني نحكي بعد ما انتهوا من تقديم الحضور والمؤتمر فطلبت أني أحكي كلمة وأنا اللي بادرت فيها وبالعادة هنا متعودين أنه اللي بصنع الأفلام أو اللي بيكون خلف الكاميرا ما بيكون متحدث فلكن الحمد لله موجودة هاي الميزة وفي ناس شوي أحيانا بتتلبك أنه بالإنجليزي كل حضور موجود فكانت الكلمة لازم تكون بالإنجليزي فأخذ ثمن دقائق تقريبا تحدث فيها عن حكاية الأرقام والواقع السوري والصعوبة اللي بنعانيها إحنا بأي مكان كشباب عربي وشباب الأخي السوري لصناعة الأفلام وشو الشيء اللي إحنا بنحتاجه شو التسهيلات شو الإمكانيات الضعيفة اللي عنا يعني أنا ممكن كثير فيه أحداث أو أشياء محتاجة أغطيها موجودة خارج المكان اللي أنا عايش فيه نعرف صعوبة السفر ضعف الإمكانيات اللي عنا بالنتيجة فيه بحاجة أنت لدعم ما تقدري كل شيء تعملي لحالك من إمكانات وموارد وطقات بالضبط فكان فيه استماع كثير كبير وكان فيه بعد المؤتمر شكر ودعوات جانبية هنا وخاصة يعني لدرجة أنه كان فيه موجودة هناك الأميرة صوفيا اللي هي كانت مسؤولة المنطقة هناك ودعوتني لحديث خاص تعرف أكثر عن الواقع السوري نفسه وزير الخارجية أيضا كمان طلب هذا الشيء وبالنسبة للمهرجان هيا كانت مثل ما حكيت لك موجودة أنجيلينة جولي وبعد ما دخلنا إلى هناك وكان فيه جلسة معها عرفوها علي وطلبت أنه عشر دقائق نحكي فيها بشكل شخصي تحدثنا عن الواقع السوري تحدثنا عن الأرقام عن أيضا الصعوبات المواجهة فعلا كانت فيه اهتمام بشأن السوري كبير من قبل أنجيلينة جولي بهذا الموضوع وبايدا نحن كتير فخورين لتمثيلك شباب السوري بهذه الصورة بدي تشكر كتير لوجودك معنا ومشاركتك هذه التجربة إلنا شكرا كتير لك وحكرا كتير لك وهلأ مشاهدينا وصلنا لفقرة مشوار رح نروح مشوار كتير بهم الشباب والصبايا معها ورح نحكي فيه عن اطلالة الوجه والاهتمام فيها وتنظيف البشرة خليكم معنا لنشوف هذا الفيديو مثل ما بنعرف فيه طرق متعددة لتنظيف البشرة من البسيط ومن المتطور حسب طبيعة نوع كل بشرة خلونا اليوم مع بعض نتعرف على طريقة متطورة لتنظيف البشرة باستخدام تقنية اللازر الكربون نحن عنا تقنيتين بالمركز أول تقنية عنيها المانيول اللي هو تنظيف البشرة العادي بيكون باستخدام المسكات والكريمات تقريبا هاد للبشرات كافة أما جهاز اللازر الكربوني هي تقنية جديدة بيستخدمها كجهاز ليزر هلا هي تستخدم لكافة أنواع البشرة بما فيها منتصب بغار وحبوب الشباب كافة الأنواع سواء للمسام والبشرات الصافية وهلأ رح نعمل جلسة اللازر الكربوني هلأ أهم إشي بجلسة اللازر الكربوني إنه تكون البشرة مضيفة خالية من أي أنواع من الميك أب أو الكريمات الترطيبية فأول خطوة رح نعملها إنه هي رح نحط نحن مادة الكربون هلأ معظم الناس بفكروا إنه لازم تكون طبقة الكربون كتير ثيك بس هو غلط ليش؟ لأنه لازم تكون طبقة الكربون كتير خفيفة عشان تقدر توصل للمسام المفتوح وتوصل للخلايا الميتة تحت الجلد هلأ رح نبلش بالخطوة التانية اللي هي إنه نحن لازم نعمل على تحماية مادة الكربون بطول موجة طويل هو بيسموه بجهاز اللازر الكربوني الاسبكتراموت فلازم نحن نغطي العين علشان طبعاً اللازر بيقس العيون وزي ما إنتوا شايفين المنطقة الهشة تحت العين ما قدرنا نحط مادة الكربون لأنها منطقة كتير رقيقة على العين والليزر بيأثر على العين فنحن بنحاول منه طبعاً نبس النضارة علشان برضو العين اللازر بنختار طول الموجة اللي بناسب البشرة حسب طبيعة مدى استجابة البشرة للليزر فباجي باختار طول الموجة اللي لازم يحمي البشرة وبنختار الطاقة هلأ خلصنا نحن الخطوة الأولى اللي هي إنه نحن حمينا الكربون خلنا يتغلغل داخل المسامة فالخطوة الثانية بنختار طول الموجة أقل اللي هي بنقدر نحن نوصل للمسام والكربون لداخل المسام والخلايا الميتة ونقيم كل الشوائب الموجودة داخل البشرة فهلأ بنختار طول الموجة القصير بنختار لها طاقة هلأ المفروض الطاقة تكون يا نفس الطاقة الموجة الطويلة أو أعلى منها بدرجتين فنحن بنختار الطاقة ونبلش بنعمل لها الجلسة وهلأ بعد ما خلصنا الجلسة بنحط الكريم مرتب عشان ما يتهيج البشرة مثل ما شفنا بهذا التقرير شباب فعلا أنه تنظيف البشرة كتير مهم للصبية مو بس كمان لإلاء والشاب كمان يعني خصوصا الأشخاص يلي عم يشتغلوا يلي عم يتعرضوا لأشعة الشمس واللي بيحطوا كمان فاونداشن وميكاب كتير سواء بالجامعة بالشغلة أو بأي مكان فبيعانوا من المسامات أحيانا إنها بتنفتحوا وأحيانا بتصير فيه إغلاق للمسامات فهذا الشيء مو منيح للبشرة ومضر فتنظيف البشرة عند خصائية كتير مهمة ومتميزة يعني راح تحسن من وجهك وبشرتك أكيد كمان إلو دوره المهم بالتصبغات والبقع طبعا جدع البشرة بسبب وجود الشخص لساعات طويلة تحت أشعة الشمس كمان إسلام يعني أنت بتقعد تحت الشمس كتير لازم تنظيف البشرة يعني أنتوا شو بكونوا على الشباب يعني ما بيطلعنا مثلا نهتم بحالة بيطلع لك خض راحتك نعمل تنظيف بشرة نروح نعمل سنفرة يأتي ما بتشوفين غير رايحين على الحلاء عام يعملوا ماس طيب